السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم لك مع بعض النهاردة كودي. كودي دوت عبارة عن مساعدة شخصيك. يعني لو عندك اي اسئلة ممكن تسأله له. اسئلة شخصية او اسئلة خاصة بتنظيم الشغل بتاعك. ممكن ترفع له الملفات بتاعت الشغل وتسأله فيها. يعني هو عمل زي شات جي بيتي لكن مخصص للافكار بتاعتك. يعني شاله ان هو يقعد يقرأ في كل الكتب. لا هو هيقرأ بس الكتب الخاصة بك انت ويبدأ يجاوبك عليها. آآ بتفهموا الاهتمام بتاعتك يعني هو لما هيتجاوب هيستعيم شات جي بيتي فور او فايف او اخر اصدار نازل يعني. ويبدأ ان هو يجيب لك الاجابة من الملفات بتاعتك. ممكن بعد فترة يبيح حافظ انت بتحب ايه? فيبدأ يخصص لك الاجابات بتاعتك على الاسم دعيسة. ممكن ان يعرف مثلا ان انت تطالف علوم وعلوم. فيبدأ يجاوب على علوم. او انت راجل مسلا تخصصها في الاقصاد فيبدأ ان هو يجاوبك من ناحية الاقصادية في كل حاجة انت تسأله فيها. فهو مع الوقت كل شوية من خلال الاسم دعيسة بتاعتك هيبدأ يعرف انت عايز ايه ويخصص لك الاجابة بتاعتك وجاوبك على حاجات من خلال الملفات اللي انت ترفح له. يعني ممكن انت تعمل انت في الدراق كده حسب الامحاس اللي انت شغال فيها وحسب الشغل اللي عندك. وتبدأ ان انت تسأله. يعني ممكن يكون عندك كاتلوجات تتيرة. تمام? كنت مش عارف انا واحدة اللي تنفع في المشروع دوت او هنا. فتبدأ ان انت تسأله ويبدأ ان هو يدور فين كلهم يفتحهم ويبدأ يجاوبك من خلالهم. ممكن تكون بتدور على حاجة في كود. والكود مسلا خماشر اقل في صفحة. هو هيبدأ ان هو يدور لك على حاجة اللي انت عايزة. فهو هيكون مساعد شخص لك مطلع على الاملاد بتاعتك مطلع على الملفات بتاعتك. ويبدأ يجاوبك من خلالها. دي طبعا حاجة روايبة جدا. انت عندك مساعدة ازاك استماعي بضرير الملفات بتاعتك سواء وورد سواء فيديو سواء آآ ملفات مسلا ده موقع بنظام للشغل مع التين بتاعي. ممكن موقع ممكن اي ملفات عندك يقدر ان هو يفتحها ويبدأ ان هو ياخد منها المعلومات ويجاوبك من خلالها. فكودة هيبقى كواس جدا من نسبالك. تعال نشوف السعر بتاعه. تمام? بتسعة وعشرين دولار في الشهر. البريميام بتسعة واسين دولار في الشهر. وفيه ادفانسة بمئتين وخمسين دولار في الشهر. هنا هيبقى معك الفين ومسومة كريدت جي بي تي سري بوينت فايف. ويبقى ثلاثة عضاء اللي هيشتغلوا في التيم. وتقدر تتعامل مع الف وثيقة. يعني الف كتابة او الف ملف بدي اف. ما تكتش ان انت تحتاج اكتر من كده يعني. تمام? طيب. ده بقى الميزة النوعة يبقى جي بي تي افور. تمام? اتمامنا الموقع يجيبكم ان شاء الله ضربوه. لو فيه اي اه تعليقات يريد تكتبها لنا ان شاء الله.